اشتركوا في القناة والحمد لله الذي قلق المخلوقات وتفضل عليها بعافيتها ومزج الحياة بدائها ودوائها ودفع يأس النفوس برجائها فأنزل مع كل دائم دواء ومع كل علة شفاء والصلاة والسلام على أشرف خلب الله يجمعين وإمام المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الفاضل الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للمديرية العامة للمستشفى السلطاني الدكتورة أنا رجل مديرة المركز الوطني للصحة الوراثية السيدات والسادة أيضا الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نرحب بكم جميعا في رحاب المركز الوطني للصحة الوراثية هذا الصرح الذي نفخر به ونفخر ومنجزا من منجزات العهد الزاهر يضاف إلى منظومة الخدمات الصحية بالسلطنة ويأتي تتويجا لجهود حثيثة بذلت على مدار سنوات طويلة من العمل الجاد في مجال الصحة الوراثية عبر خطة واستراتيجيات منهجية تستند إلى أهداف محددة وضمن إطار زمني واضح وتقييم مستمر وناجح لضمان التمييز وتحقيق الأهداف الأخوة والأخوات الحرور الكرام لا شك أن تنمية القدرات الأبنية والمحارات العملية للكادر الطبي والارتقاب بالوعي المعرفي بكل ما هو حديث ومتجدد في مجال الطب الوراثي يشكل حجر الأساس في نجاح العملية التعليمية المستمرة وفي ضمان جودة الخدمات وتوافق مع الطموح ويراء الإمكانيات وتأتي طبعا اليوم فعالية هذا اليوم على ضم هذا الإقار السيدات والسادة أيها الحظو الكريم الآن ندعي الفاضل الدكتور قاسم بن أحمد السالني المدير العمل المستشفى السلطاني لإنقاء كلمته فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرب خلق الله وإمام المسلمين سيدنا محمد من عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات والزملاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسعدني أن أحييكم ونرحب بجمعكم الكريم في الواجهة العمل حول التنون العلم البراثة في مجال التشغيلات الخلقية والتي سوف تتم إبرا محاضرات وحروب تقديمية تحمي العناوين مختلفة وتغطي بعض النقاط التي من المهم يكون معركتها نظريا وعمليا بالقطاع الصف أيها الحضور الكريم لقد شهدت السلطنة تطورات تنموية مهمة ومعنجلات أفقاء حضائي منفتة شملت جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والصفية وغيرها وقد انعكس الجميعها بشكل إيجابي ومثمر على مستوى أنمو الحضاري للمواطن والأسرة والمجتمع من بين هذه الإنجازات محققة القطاع الصحي ونظام الرعاية الصحية بالصفة من الإنجازات متتالية على مدار العقود الأقيرة للتعامل الإيجابي مع جميع جوانب الخدمات الصحية المقدمة من المواطن والمتمثلة بالنواكي الوقائية والعلاجية والأشهادية ويأتي على رأسيها التعامل الجاد والمسمر والمستمر من قبل ذات الصحة للحد من تنامي مع دلاف الإصابة بالأمراض الوراثية بين أمراض المجتمع بالسلطنة أيها الأخوة والأخوة أسلم الزملاء الأفاضل عندما نعلن أن احتمالية بلاد الطفل واحد مصاب بأحد العيوب الخلقية أو بأي من الأمراض الوراثية بالسلطنة هي سبعة مجتمع تدفية سبعة مئة من بين جميع المواليد الجلد بين المنسبة العالمية لا تتعدى الخمسة مئة وعندما تظهر البيانات الإحصارية أن سبعة ثلاثين مئة من وقيات الأطفال على يثيل ويادة والهدد وبسبب الاضطرابات الخلقية الوراثية الشهيرة بينما تشكل الاضطرابات الخلقية الوراثية أشراق المئة من بين الأسباب المقاومة المنقيدة بوطية الأطفال الرقا واثنينة وخمسين بمئة من أسباب الوطاع بالأطفال الأكبر من ذلك بالسطنة وتشكل أمراض الخلل الكروموسومي مع نسبته ثمان عشرين في المئة من مجمل الأمراض الوراثية والسطنة بيننا ندرك أهمية التركيز والاهتمع بالعملية التعليمية والتدريبية للأطباء والعملين للقطاع الصحي من الذين تتعاملون مع المصابين والتشوهات الخلقية من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمصابين بهذه الأمراض بهدف رفع مستوى جولة الحياة للمصابين والتقليل من وقع التعليل السلبية المصاحبة لهذه الأمراض عليكم وعلى أسعين أيها الأمراض أيها الحضور الكرام أتمنى لكم جللاً استفعاله وعظيم المنفع من الحامرات الورشة ومن المعلومات العلمية والخبرات الإلكليميتيية التي ستتنقونها من خلال فعاليات هذه الورشة وكذلك من خلال اللقاء الشهادة المبتوحة مع المناظرين لتمام الاستفادة كما نتوجه للتعليل والتقليل للقائمين على تنظيم وتنفيذ فعاليات الورشة متمنين له السوفيق ونجاح ودعو الله العلي القدير أن نكل الجهود لنا بنجاح ومن المتمن برضى مسائل من الأليلة وآخر دعوان من الحمد لله عبد العالمين والسلام عليكم برحمة الله وبركاته برحمة الله برحمة الله برحمة الله وشة بأول عرض تقديمي للدكتورة أنا رجل مديرة المركز الوطني للصحة الوراثية بعنوان متنازمات الأمراض الوراثية الأكثر شيوعاً في الصرطنة فلتتفرضاً مشكوراً برحمة الله رأينا إنه وعالان كان في حقshine باران يقدم باس بمين وباران وغير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بطاقة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضاف حيث يهل يكسى استنى حديث تصبح أصبحت بشكل آخر أمام تهتمكن من النقاط بشكل يسيطرون من حين وليس بمتعارة ونحن نتعرف بشكل الهاتف ونحن نتعرف بشكل عام ومثالهم يساعدون ممتازين ومثالهم يساعدون محيط بمتعارة مجال ، فعلي بشكل عام ومعاتي حياتي و الفي� possibly could the circumstances where the survival for children with disabilities are excellent. But this is the time to start preventing patients. So this is a picture of chromosome. This is magnifying, you can see the gene package . It's just . And this is the family with translocation شكرا للمشاهدة المترجم للقناة وشعر بمترجمها في المترجم لدينا شرحات من العنوانة التعامل لدينا حيث غير ملتقين عامينة تحديم تريد لدينا مجيدة على حالة من الناس وكرة متشاكلة بمجرد تلك المترجمات ومترجمها تحديد، 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 تحديد كمين عندما أرى قلت قومة قمت لغاية العديد الزوارة تصبح أخيضاً كانت ظن المعيدة تريد اليوم كمينة وعلى عن المعينة وفي تحرم مبادرة وفي تحرمت تحرم وفي تحرم نغيبها č nuances . مشروع . . . . . تحيلي ملتعاب الانتخابي وانه مع المعرض انتظار الانتخابي نحن 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 لديك أمام التعابي تحلل الانتخابي والمعرض انتظار الانتخابي ولكن لديه سيارة المنزل فراجل X يمكن أن تكون في الحرمسوم X فراجل 5 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 في الحرمسوم X فه نحن يعلم أن يحب على 50 و50 مناسبة 50 مناسبة مناسبة سنقال المترجمات للمترجمات المترجمات المترجمات للمترجمات للمترجمات المترجمات للمترجمات للمترجمات المترجمات للمترجمات للمترجمات للمتALL نجمعكم لإستلاحة قصيرة لتناول وجهة الإطباء ومن ثم نواصل تعاليات وشة شكرا لكم جميعا لعبوركم المشرف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكراً للمشاهدة